ونناقش هذه التطورات مع ضيفنا من عمان اللواء أسامة العالي عضو المجلس الوطني الفلسطيني سيادة اللواء أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة نتابع هذه التطورات مواقف حماس في مقابل مواقف إسرائيل وعلى ما يبدو وصلت هذه المفاوضات إلى حد الحافة قبل أي حديث عن انهيارها فيما حماس سترسل وفدا جديدا الثلاثاء المقبل كيف تفسر مواقف حماس بالدرجة الأولى الحديث عن مرونة ما ولكن إصرار على الكثير من المطالب مساء الخير أهلا بك في عندهم إصرار على مطلبين والمطلبين ما أحد يحكي فيهم ولا هم من بالإعلام ولا هم من بالإعلام نعم المطلب الأساسي الخاطف لما بده يسلم المخطوفين عنده بده يؤمن على حياته في عمره خاطف سلم المخطوفين بدون ما يؤمن على حياته لأنه إذا عطاهم المخطوفين بنقتلوا تاني يوم إذن المطلب الأول اللي هو تحت الطاولة حماس تريد التأمين على حيات زعمائها من الإغتيال الإسرائيلي حتى إسرائيل لا تغتالهم إذا خلصوا الخاطفين وسلموهم المخطوفين وخلصت القصة معناته حيث تصفوا قادة حماس إذن بدهم ضمانات لأنه إسرائيل ما تصفيهم مش زي ما تصفوا العروري مثلا الموضوع التاني بدهم مش كما يروحوا يقعدوا في البيوت ويناموا وينتهوا بدهم مكان للعمل إنهم هم من جزء من القيادة اللي بتكون في غزة فعندهم طلبين طلب إنه يكون إليهم مشاركة سياسية ووجودية كأنه ما عملوا إشي في غزة ضمانات بدهم وهذا الشيء صعب تقريبا يتنفدوا عليه اتنين بيرنز اللي بيجي كل يومين عشان شو فيه شواهد غير مألوفة فيه شواهد ملغومة ما منقدر نفهم ولازم نفهم ونبحث إنه جانتوا مرتين تلاتة عشان شو عشان خاطفين ومش خاطفين وبدهم شروط ومش شروط وبعدين هو بيفاوض مين في مصر طب ما فيش وفد إسرائيلي حتى يفاوضوا في حاجة غريبة لازم يكون فيه موجود وفد إسرائيلي في مصر حتى بيرنز يفاوضوا مع الوفد الفلسطيني التاع حماس عدم وجود وفد إسرائيلي شو وجوده يبقى وليش جاي وهلأ طلع على قطر لأ شو جاي قطر ليش فيه وفد إسرائيلي هناك ليش هي المفاوضات مع مصر وقطر ولا مع إسرائيل وأمريكا دعم الوسطى أم تسوية لمحلة ما بعد الحرب هلأ ما بعد الحرب لسه بعيد عنها ما فيش ما بعد الحرب هلأ إحنا خلال الحرب اتنين كلمة حكيتها حضرتك الحرب يا عمي يا ناس يا عالم ما في حرب في غزة ما شرعنوش دبح الفلسطينيين المدنيين هذي شرعن لدبح المدنيين اللي في غزة من سبع شهور شيء واحد واحد إسرائيل تقتل المدنيين وتقصف البيوت تقصف أهداف وتقصف مناطق لا مش أهداف ولا مناطق تقصف البيوت تحديدا البيت إذن هذه السبع شهور وإسرائيل تقصف بيوت وتقتل المدنيين لا نتحدث عن الحرب على الحماس في هذه النحية ولكن على العموم سيادة اللواء لا أحد بالتأكيد يحاول أن يشرع قتل الفلسطينيين ولكن نحاول أن نفهم معك ما الذي يجري الآن السفقة فعلا وصلت إلى طريق مسؤولي لا مش عن قصد عن غلط عن سيادة اللواء السفقة فعلا وصلت إلى هذا الطريق المسؤول هو عن خطأ إعلامي نعم اختلاف في استخدام المصطلحات سيادة اللواء ولكن لا أحد يحاول أن يشرع بالتأكيد قتل أي فلسطيني أو أي كان في المنطقة ولكن نحاول أن نفهم معك ما الذي يجري الآن السلطة هل فعلا بطريقة ما هي متورطة في تبعات السابع من أكتوبر كيف بدأت تتورط من أي ناحية تتورط يعني هي مشاركة هي أصلا السلطة ليس موجودة كلها في غزة هي مجبرة على قبول أي شكل في غزة بعد السابع من أكتوبر بهذه الطريقة ربما تكون مجبرة أن تكون أو متورطة في أن تكون لا إحنا السلطة عندها طلب واحد زي ما أنا حكيت وبحكيه باستمرار عندها طلب واحد وقف قتل المدنيين هذا أقول بده يهجم على رفح يعني بده يحارب مين في رفح في دروع لحماس في رفح في مواقع عسكرية لحماس في رفح ولا في ناس في رفح إذن بده يقتل ناس في رفح يعني مفهوم القصة بده أهجم رفح يعني معسكرات حماسية في رفح الناس الميتين المدبوحين الجوعانين اللي مرميين في رفح هو اللي بده يقتلهم بده يهجم هو بقولها بصراحة أنا بده أهجم أقتل الناس اللي في رفح أهل غزة هيك بقول هذا اللي بحكيه وإحنا بنترجمه حرب وهجوم وهذه اللعبة حمساوية صهيونية أمريكية مشتركة مصيبة مصيبتنا مصيبة في هدول الناس اتنين شركاء في دبح أهل غزة يا عمي كل العالم ساكت عن دبح أهل غزة ليش ليش كل العالم ساكت القون ساكت سبع شهور وبقصفوا فقط بيوت قلوا لي موقع عسكري انقصف في غزة موقع عسكري واحد بده سموا لي فيش ما فيه غير بيوت وبقرى بيوت طب لما بيتفاوضوا ليش بوقفوش القتل طب في أيام التفاوض اختلت أيام تفاوض على الأقلية يوقفوا القتل الناس لا بقتلوا وبيتبحوا المدنيين والتفاوض شغال تبع المصخرة هاي نعم هذول مجرمين مجرمين حرب كلهم من أمريكا لحماس لإسرائيل هذول مجرمين أجربوا والصل ذكرت نقطة جدا جدا مهمة في مسألة بأن حماس بالفعل تفاوض على أشياء لا تذكر إعلاميا هي مستقبل مستقبلها في القطاع وبالدرجة الأولى حماية الخاطفين أو حماية عناصرها في داخل غزة الآن هل فعلا يناقش هذا الأمر هل لديك معلومات هذا الأمر فعلا يمكن أن يقبل هناك ترتيب ما ترتيب ما ستحصل عليه حماس في هذه السفقة وما تنتظره فعلا هي هذه الترتيبات هي مش معلومات هو تحليل تحليل منطقي يعني بدك حماس كل العاملة وتطلع من المولد بالحمص يعني تطلع بالشارع بدها مكان وأهم من المكان بدها الحماية مش للي في غزة الحماية للي بره غزة اللي في قطر وفي تركيا وفي هذولا القيادة رقم واحد القيادة رقم اثنين ممكن تضحي فيهم هذولا مش سأل فيهم هي سألين في رؤوسهم حماس تسأل كل المشكلة هلأ في التفاوض أنا مش قاعد معهم بس بحكي لك شو اللي بصير اللي بصير كيف بدنا ضمانات قاطعة مانعة إنه ما يتمش اغتيالنا إذا سلمناهم من يقدم الضمانات أساسا لأنه بعد ما سلموا الراهين بنتلو من يقدم الضمانات قطر تراجع وساطتها مصر الآن بطلبه من في وضع حرج تحاول إدارة هذه الوساطة من يقدم الضمانات أنا بقولش من يقدم أنا بقولش من يقدم حماس تطلب ضمانات نعم المتوقع الضمانات تطلبها أولا من السيد الأمريكي سيد العالم سيد العالم الأمريكي هو تطلب منه الضمانات وبتكفيش وبدها الضمانات من فرنسا مش ضمانات من مصر وقطر لا بدهملوش إسرائيل بدها الضمانات من دول أوروبية وغربية بتحكم في إسرائيل مي بحكم في إسرائيل اللي يضمن بده حد يحكم في إسرائيل بعدين الاهتمام الأمريكي هذا بإرسال الناس هذا مشبوه إحنا عملنا مشاكل كتير مع إسرائيل خلال اتفاقية أصله كبيره كان يجي الجنرال زيني جابهه أنا حضرته مرة وأنا أكشع على مشاكلنا مع إسرائيل كبيره جنرال أما قائل رئيس السي اي اي بعظمته يجي 3-4 مرات على المنطقة وغير بلينكين يجي 5-6 مرات شو القصة فيه فيلم غريب عجيب فيه أنا بحكي شواهد شواهد عجيبة وهذا المين اللي عاملينه ليش حماس ساكت عنه حتى كلام ما بقولهم يروحوا ينسفوه حكي بحكوش عن الميناء ولا حد ولا الإعلام بحكي ولا الإعلام العربي بحكي عن الميناء كله منسي سيارات بتنقل اطراب وبتنقل الحجار وبتنقل جثث مع الردم وشركات بتشتغل كيف نسقوا هالشركات اللي بتشتغل وهالعمال اللي بتشتغل إذا أطباء بيجوا على غزب محوم بتطفوهم أجتعوني الأكل أتلوهم عذرني على المقاطعة هنا ذكرت كل هذه الشواهد ولكن كيف تحسسها اتفضل في لعبة كبيرة في لعبة كبيرة وأبطالها من هاي الحركات الميناء هذا الميناء خطير جدا وملغوم جدا بعتلي أكل ما في السيارات 200 ألف طن أكل في السيارة أما بالميناء عشاس أنه سير في مخرج من غزة عشان يخلوا أهل غزة يطلعوا هلأ أعكيه على فكرة من حق كل إنسان في غزة أنه يطلع ويغادر الموت اللي عايشينه لأنه عايشين وضع لا يطيق البشر فإذا إذا نفتح له بصيص أمل كلهم سيتطلعوا في البواخر يفضوا غزة ويأخذوها بفلاتفور وهذا النسف اللي بصير طب هدموا وقتلوا ليش فيه نسفيات باستمرار بحطوا قنابل في المربعات السكنية وبنسحوها بالأرض هاللي بيئي منها واقف فيه مسح فيه نسفيات فيه مؤامرات فيه مصيبة هي مؤامرة ابتدت من يوم الطوفان هذا الزفت من هناك بدت مش صدفة مش صدفة يفوت 2000-3000 فلسطيني داخل إسرائيل وإسرائيل ما عاش علاقة ما لهاش خبر هذه لا يقبلها لا العقل ولا المنطق ولا الدنيا بتقبلها سيدة اللي وأعلم بينك دائما تفضل المصطلحات الدقيقة هنا أحاول أن نناقشك اعتمادا على أراء البعض ربما يعتقد البعض بأنها ربما ليست مؤامرة أو اتفاق إسرائيلي مع حماس كذلك هل من المنطق يتفق الطرفان ربما وقعت حماس في فخ إسرائيل هل تتوصيف الأدق في هذه الحالة إسرائيل إلها بتاريخها أنه ضربت حالها كثير مرات عشان تستفيد أظنني باتتساقبر في قصة سنة الأربعين كان يجيبوا البلاجئين المهاجرين باخرة فرنسية إسرائيل ضربتها عشان فيها كان ألف وثممائة واحد وكانت بريطانيا تحكم فلسطين كانت ترفض أنه يجيب بالمآلا تفجيرات تقصد سيادة الواء جهاز وجهاز إنذار بعدين بالو عشان الأعياد في الأعياد الجيش بنقسم قسمين قسم إجازات وقسم دوام القسم الدوام بيكون في حالة الطوارئ القصوى معنا في الجيش وطول عمري في الجيش وفي قواعد كتير جوية اشتغلت في الأعياد لما نصنا يداوم نكون في حالة الطوارئ القصوى مش نايمين فلذلك أنا أستهجن إنه يفوت حدا على إسرائيل وهلأ عن نفس إشي إسلاحي معبيت ضفة هلأ إسرائيل كتير فاشلة إنها تمنع إسلاحي يفوت الضفة كله من إسرائيل داخل إسرائيلي دقلت إسلاح ولا هذه البنادق تتافها لتضفة عشان يعملوا مشاكل نعم بدها تعمل مشاكل في الضفة فعبت الضفة إسلاح وذخائر ففيه بتعمل تشتغل في إسرائيل إسرائيل لا تريد أي كيان وطني سياسي فلسطيني في المنطقة لأنه بعتبروا إذا صار كيان وطني سياسي فلسطيني في المنطقة هم انتهوا هيك عقيدتهم إذا قتلوا رابين عشان كان بدي يصير عندنا كيان وطني سياسي قتلوا زعيمهم رئيسهم المنتخب بسموا أحلهم ديمقراطيين منتخب ديمقراطيين والجنرال عندهم الجنرال المقدس جنرال منتخب تخو بالشارع بلاش أحكي تخو بالشارع عشان احنا كنا في طريقنا إلى كيان وطني سياسي فلسطيني نعم وسكروا الدنيا وخبصوا أوسلو ووقفوها طب ليش أمريكا أمريكا قمتتنا ضمانات على أوسلو أمريكا أمريكا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وقعوا على الاتفاقية كضمانات وضمنين على التنفيذ ليش تاركين وما نفدوش وما تابعوش ما تابعوش فالضمانات تبعتهم تركونا وخلوا نتنياهو وجماعته يدمروا أصده ويدمروا سلطة وهم يتفرجوا علينا شكرا أما على أصد غزة آي مليئيامي طب هي غزة فلسطين غزة هي فلسطين هل تقزمت فلسطين في غزة أوكي أهلا وسهلا ضيفنا من عمان اللواء أسامة العالي عضو المجلس الوطني فلسطين شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك